دها مسك وكيل الهيئة وبرضو ما سبش سعاد حسن في حالها ولكن عمر خرشد راح هدده تهديد مباشر انه لو اتعرض لها هيوصل الموضوع للرئيس السادات لكن على مين يا عمر ده صفوة الشريف وما ادراك ما صفوة الشريف فاطلق اشاعة ان عمر خرشد على علاقة ببنت الرئيس السادات وعرف الرئيس السادات شخصيا قارب بقى الرئيس السادات وكان عايز يتعامل بصورة قانونية مع عمر خرشد وليلة مقتل عمر خرشد طردته عربية في شرع الهرم بدون لوحات معدنية واستفزوه وهو سايق وكانوا بيديقوا عليه الطريق فاصطدمت عربية عمر خرشد بعمود نور اصطدم في الازاز ادى الى قطع وجروح ودبح في الرقبة وفي الصدر ادت الى وفاته في الحال وكانت معاه الفنانة مديحة كامل بس بحدش كان يقدر يجرؤ ويتكلم خوف من بطش صفة الشريف